يا حسنو يا حسنو إلبس ملابسك اليوم في الصباح إلبس ملابسك اليوم في الصباح إفتح باب البيت إفتح باب البيت أخرج من البيت واركب الحافلة بعد ساعة انزل من الحافلة في الصوق اجلس في حديقة جميلة اجلس في حديقة جميلة اشرب الشاي الساخنة اشرب الشاي الساخنة بعد الشاي اركب حافلة كبيرة وارجع إلى بيتك وارجع إلى بيتك وأرجع إلى بيتك أطبخ التعامة في المطبخ أطبخ التعامة في المطبخ كل التعامة كل التعامة أطبخ التعامة في المطبخ كل التعامة بعد التعامة اغسل الأطباقة اغسل للأطباقة اقرأ كتابا جميلا في غرفة الجلوسي اقرأ كتابا جميلا في غرفة الجلوسي امسح نوافذ البيت اسمع صوتا اذهب الى غرفة النوم يا حسن البس ملابسك اليوم في الصباح افتح باب البيت اخرج من البيت واركب الحافلة بعد ساعة انزل من الحافلة في السوق اجلس في حديقة جميلة اشرب الشاي الساخنة بعد الشاي اركب حافلة كبيرة وارجع الى بيتك اطبخ الطعام اطبخ الطعام في المطبخ كل الطعام بعد الطعام اغسل الاطباق اقرأ كتابا جميلا في غرفة الجلوس امسح نوافذ البيت اسمع صوتا اذهب الى غرفة النوم يا حسن واشرب الشاي الساخنة وبعد الشاي اركب حافلة كبيرة وارجع الى بيتك اطبخ اطبخ واتبخ واتبخ الطعام في المطبخ واتبخ الطعام في المطبخ كل وأكلوا التعام وأكلوا التعام وأكلوا التعام وبعد التعام اغسل الأطباقة وقرأ وقرأ كتابا جميلا في غرفة الجلوس وامسح وامسح نوافذ البيت واسمع واسمع صوتا واذهب إلى غرفة النوم واذهب إلى غرفة النوم يا زينب إلبسي إلبسي ملابسك اليوم في الصباح يا زينب إلبسي ملابسك اليوم في الصباح افتحي باب البيت افتحي باب البيت اخرجي من البيت وركبي الحافلة بعد الساعة انزلي من الحافلة في الصوق بعد الساعة انزلي من الحافلة في الصوق اجلسي في حديقة جميلة اجلسي في حديقة جميلة اشربي الشاي الساخنة اشربي الشاي الساخنة بعد الشاي اركبي حافلة كبيرة بعد الشاي اركبي حافلة كبيرة وارجعي إلى بيتك وارجعي إلى بيتك اطبخي التعام في المطبخي اطبخي التعام في المطبخي كلي التعام بعد التعام اغسلي الأطباقة اقرأي كتابا جميلا في غرفة الجلوس اقرأي كتابا جميلا في غرفة الجلوس امسحي نوافذ البيت امسحي نوافذ البيت اسمعي صوتا اسمعي صوتا اذهبي إلى غرفة النوم اذهبي إلى غرفة النوم يا زينب البسي ملابسك اليوم في الصباح افتحي باب البيت اخرجي من البيت واركبي الحافلة بعد ساعة انزلي من الحافلة في الصوق اجلسي في حديقة جميلة اشربي الشاي الساخن بعد الشاي اركبي حافلة كبيرة وارجعي إلى بيتك اطبخي التعام في المطبخي كلي التعام بعد التعام اغسلي الأطباقة اقرأي كتابا جميلا في غرفة الجلوس امسحي نوافذ البيت اسمعي صوتا اذهبي إلى غرفة النوم يا زينب البسي ملابسك اليوم في الصباح افتحي باب البيت اخرجي من البيت واركبي الحافلة وبعد ساعة انزلي من الحافلة في الصوق واجلسي في حديقة جميلة واشربي الشاي الساخن وبعد الشاي اركبي حافلة كبيرة وارجعي إلى بيتك واتبخي التعام في المطبخ وكلي التعام فبعد التعام اغسلي الأطباقة وقرأي كتابا جميلا في غرفة الجلوس بمسحي نوافذ البيت بسمعي صوتا واذهري إلى غرفة النوم اشتركوا في القناة